موسيقى احنا بنحتفل بعيد قيامة مخلصنا الصالح يسوع المسيح من بين الاموات بعد موتوا على الصريب ودفنوا في القبر ثلاثة ايام قام في اليوم الثالث من بين الاموات واحنا النهاردة هنتكلم على ثلاثة ابعاد القيامة ليه المسيح قام اول بعد لكي يشفي جراحاتنا جراحات كتيرة تفتحت بالصليب والمسيح يطبطب على هذه الجراحات ويقفلها تاني محور هو ليه المسيح قام بجسده هو هو جسد ممجد ولكن فيه اثار الجراحات تالت محور ايه هي ثمار القيامة في حياتنا او ايه اللي خدناه واستفدناه من قيامة المسيح زي ما قلنا اول محور هو لكي يشفي جراحاتنا جراحات كتيرة زي ما قلت كده اتفتحت على صريب المسيح اول جرح جرح الاحباط وجرح الاحباط ده نشوفه مع ترميزاية عموهس لما المسيح كان ماشي معاهم كان عندهم احباط شديد جدا واحد قال ان هو المسيح منتظر ويعني هم كانوا فاكرين ان هو وكانوا سعداء ان هو جه وبعدين اتدفن ماتوا اتدفن وبقال له ثلاث ايام في القبر تلميزه بيقوله ان هو قال لهم انه حيقوم بعد ثلاث ايام ولكن لغد لا تلاحس ولا خبر ما حدش عارف عنه حاجة فكان عندهم احباط وما زادش الاحباط دوت الى المسيح لما ماشي معاهم في الطريق كلمهم عن امور ملكوت السموات وبعدين اللي وضح الدنيا اكتر معاهم لما قاعد معاهم وكسر الخبز فلاقوا عارفوه من طريق كسر الخبز فعارفوا ان ده المسيح هو الايه القائم بين الاموات تاني جرح كان جرح القلق تلميز كانوا قلقانيين تابعوا المسيح من شغرا في كل حتة وفجأة لقوا المسيح تصلب على الصليب فكانوا قلقانيين بالرغم ان هما شافوا معنزاته شافوا كلامه وانه كل كلمة قلها لهم وهو عايش فوستيهم اتنفذت الى انهم كانوا قلانين برضو لاحسن ما يقومش وده طبعا بددت بقيامة المسيح تالت جرح كان جرح القلق او الخوف احنا قلنا اتنين القلق تلاتة الخوف كانوا خايفين التلميز لدرجة انهم استخبوا في العلية بطرس الرسول اللي قالوا لا انكرك مهما حصل انكروا قدام جريا ومش مرة تلات مرات ينكروا كل التلميز خافوا ما عدا يوحن الحبيب اللي تابعوا حتى الصريب ولكن كل خافوا وجريوا واستخبوا كل واحد كان عنده قلق فضيع جدا ان المسيح ممكن ما يقومش اذا كان اليهود عملوا كده فيه ممكن يعملوا فينا ايه فكانوا خايفين جدا رابع جرح جرح الشك يا طرح هيقوم زي ما قال يعني هما شافوا كل حاجة من اللي قاله لهم بتتحقق بالرغبة كده كانوا شكين هل المسيح هيقوم من بين الأموات ولا لا ده حتى المجدلية شكت يعني راحت كلمته وبعد ما قالها روح يبلغي الرسل وبشرهم بالقيامة رجع التالي تسأله اذا كنت اخدته وتكلمه انت البستاني افتكرت البستاني فكان عندها شك وتبدد هذا الشك لما ظهر المسيح اللي ترميزه بعد كده كذا مرة خمس جرح جرح المتاعب النفسية خوف ورعب وضغط عصبي وضغط نفسي يا طرح يقوم من الخميس للحد الصبح وكل ده تبدد طبعا بعد القيامة المحور التاني للقيامة هو ليه المسيح قام واثار الجرحات في جسده المقدس اول سبب لقيامة المسيح وفيه اثار الالام هو لتأكيد قيامته حقيقة القيامة لو ما كانش قام بالجسد ده كان حيبقى زي رؤية او زي تجلي زي ما تجلى في لما نقرأ في تجلي في مدى السبعتاشر آية واحد واثنين لكن ده ما كانش تجلي ده كان القيامة بجسد جسده الفعلي فكان لازم يقوم واثار الجرحات في جسده تاني سبب كان علشان يعلن للناس سره للرؤساء والسلاطين والقوات السمائية كلها علشان يؤمنوا بالحقيقة عنه الكلمة اللي جاي من الآب وإلى الآب تاني سيعود إلى السماء مرة تانية ويجلس عن يمين أبيه الكتاب مقدس يقول لنا كده جزء حقا أهلكم يقول من زل آتي من أدوم بثياب حمر من نصره هذا إلهي بملابسه المتعظم بكسرة قوتي يرد هو يقول أنا المتكلم بالبر العظيم للخلاص ترد العروس اللي هي الكنيسة تقول ما بالله وباسك محمر وثيابك كدائس المعصرة يرد عليها المسيح يقول قد دست المعصرة وحدي ومن الشعوب لم يكن معي أحد فدستهم بغضبي ووتأطهم بغيزي فرش عصيرهم على ثيابي فتلتخت ثيابي كلام ده مجود سفر أشعية صح 63 الآيات من 1 ل3 أما زكريا النبي يقول لنا عن قوات السمائية بتسأله تقول له ما هذه الجرح اللي في يديك فيرد عليهم يقول لهم هي التي خرقت بها في بيت أحبائي هي التي خرقت بها في بيت أحبائي هي دي اللي خرقت بها من بيت أحبائي هي الجرحات دي طب أنت خرقت بجرحات عشان أحبائك الناس ما تسدقش طبعا أكبر مسلينا في هذا الموضوع هو القديس تومى الرسول كان شكاك كان دايما يشك في كل حاجة فهو شك في قيامة المسيح فالمسيح جابه وقال له هات أصبعك وضعه في جنبي وانزر أصار الحربة وضع أصبعك مطرح المصامير لتنزر مكان المصامير فردتهم قال ربي وإله ربي وإله فكان لو المسيح ما أمشي بهذا الجسد اللي فيه أصار الجرحات ما كانش الناس هتآمن وكادت هتفتكروا ظهور زي ما قلت لكم أو تجالي خمس نقطة لأن أصار هذه الجرحات هي أسمى علامات الحب والبازل أسمى علامات الحب والبازل في سلط الأداس في الإسمة بنقول فهل رأينا حبا أعظم من هذا فاحزني يا نفسي على خطاياك التي سببت لفاديك الحنون كل هذه الألام احزني يا نفسي على خطاياك التي سببت فديك الحنون كل هذه الألام يبقى احنا بنحط هذه الألام والجرحات قدام عينينا وبنبكت نفسنا دايما على أنها كانت السبب في هذه الألام كلها كما نقول مع سليمان الحكيم أمينة هي جرح المحب وغاشة هي قبلات العدو فهذه الأثار الأثار العذابات كانت أسمى علامات الحب والبازل سادس نقطة من أجل الشفاعة الكفرية الدائمة أمام الله احنا عارفين شفاعة المسيح شفاعة كفرية ليس بأحد غير الخلاص لما اناش خلاص بسيد المسيح نفسه هو اللي مات عننا هو الوحيد اللي كان ممكن يموت عننا عشان تتغفر لنا الخطيئة والأب يسمحنا على خطيئة أبونا آدم ويردنا مرة تانية مش بقى للفردوس اللي كنا فيه للإيه اللي اجلنا كنا فيها ولكن للملكوت ما كان أسمى وأعظم فيردنا للملكوت مرة تانية جراحات المسيح حطاها أمام الأب حتى نتشفع فيها في كل وقت لما نيجي كده نقدم توبة نقف قدام ربنا ونقول يا رب سامحنا يقول ده أنت عملتوا خطيئة كتير نقول له معلش بس افتكر لابنك الوحيد الحبيب مات عشان عشان هذه الخطيئة عشان أنت تسامحنا فيقوم ربنا على طول يروح سامحنا على هذه الخطيئة فكل ما نغلط ونقدم توبة حقيقية من القلب نحطه قدام الآب هذه الجراحات فيتذكرها الآب ويخفل لنا خطيئتنا كمان سبع نقطة علشان تحثنا هذه الآلام دايما أننا نحن ما نغلطش أننا نحاول ما نغلطش طبعا ما فيش حد مش هيغلط في الدنيا ولكن نحاول ما نغلطش عشان كده ربنا قال الصديق يسقط في اليوم سبع مرات يقوم لأنه مش ممكن ما فيش إنسان بلا خطيئة ولو كانت حياته يوما وحدا على الأرض ولكن بنحطها علشان نصب عيوننا كده علشان دايما نفتكر إن ربنا تعب جدا 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 عشان الخطيئة تتغفر وكل ما أنا بعمل خطيئة أنا بصبه مرة تانية وعزبه مرة تانية ويجي بقلصار الجراحات دي تقولي شايف ده اللي أنا عملته عشانك قبل كده انت عايز نيك قرره تاني علشان كده داود النبي زمان قال مقولة جميلة قوي قال خطيئتي أمامي في كل حين خدوا باركو داود النبي قال الجملة دي تعريبا مرتين مرة قال جعلته الرب أمامي في كل حين لكي لا أخطئ هو قال كده أنا حط قدامي عشان ما غلطش برغم ما كدش لسه المسيح جاء واتصلب لكن هو حطت قدامه هو كنبي شايف في المستقبل وتنبأ عن ما جاء المسيح وصل وقيمته فقال إن أنا جعلت الرب أمامي لكي لا أخطئ وفي نفس الوقت قال خطيات أمامي في كل حين عشان أبقى شاف الخطية وأبعد عنها ومقربش منها علشان ما أصلبش المسيح مرة تانية ما أصلبش المسيح مرة تانية عشان كده يقول ينظرونا الذي طعنوه فينظرونا إلى الذي طعنوه كل ما نغلط نبص إحنا طعننا المسيح لأن إحنا تسببنا في هذه الجراحات في حاجة مهمة أقولها بقى أن المسيح أعلن عن هذه الجراحات وعن قوة قيامته وعن جراحاته ديت في أوليق صيون أوليق صيون ديت تمثل الكنيسة الجديدة تمثل الكنيسة الجديدة ففي علية صيون اجتمع الرسل وكانوا مواظبين على الصلاة وكسر الخبز وفي علية صيون حل عليه من روح القدس معنى كده أن إحنا لما نيجي نطلب المسيح لابد أن نطلبه من داخل الكنيسة لعيز المسيح هيلاقي جوا الكنيسة مش خارجها لازم يدخل إلى عماق عماق الكنيسة عشان يلاقي المسيح أنا هنا مش بتكلم على أن أنا أكلم أو صلي له لا المسيح معنا في كل مكان ولكن أنا عايز المسيح هلأ إيجو الكنيسة بمعنى زي ما قلت لكم كده لما عوز أكلم هلأ إيجو الكنيسة أتكلم معاه أصليره في القدس الطاهر وفي الصلاوات التقسية لو عايز أسمعه بسمعه في الرسائل وعندنا أمثلة كتير للناس سمعوا المسيح صوت المسيح في الرسائل فتحركوا على هذا الأساس طبعا أشهر واحد فيهم برضو قد القديس العظيم الأنبالطنيوس أبو الرهبان قديس العظيم الأنبالطنيوس دخل الكنيسة سمع آية بيقولها شماس ولكنها كانت على لسان السيد المسيح الآية لألى للشاب الغني لما قال له ماذا أفعل لأرس الحياة العبدية قال له احفظ الوصايا مش يحفظ عن يسمحها ولكن يحفظها معناها أن هو ينفذها فقال له هذه كلها حفظتها منذ حدثاتي أنا كل الكلام ده عارفه من زمان قال له يزمك شيء واحد إذا ببيع كل ملكة وتعال اتبعني حاملة الصليب يقول الكتاب عنه خرج حزينا لأنه كان ده أموال كثيرة خرج حزينا عشان فلوسه معرفناش مين الشاب الغني ولا اسمه ولا عرفنا عنه حاجة تانية بعد كت ولكن يدخل شاب عادي خالص كنيسة ويسمع الآية دية وشماس بإقراء وشماس بإقراء على إنسان المسيح يخرج هذا الشاب وينفذ هذه الوصية عن طيبة قلب يبيع كل المالو ويدخل أخته دي الرهبات ويطلع على البرية ومش أي برية كمان ده راح البرية الشرقية لها أصعب برية للرهبانا واترح أبوناك وأصبح القديسة العظيم الأن بنتونيوس أبو الروبان واللي كلنا بنتشفع به في صلواتنا يبقى هو اسمحها من شماس ونفذها يعني اسمحها من شماس يعني اسمحها داخل الكنيسة فإحنا بنتلامس مع جراحات المسيح داخل الكنيسة نتلامس مع الفقراء المرضى الحزانة الأيتام والأرامل وغيرهم كتير نتلامس معهم داخل الكنيسة واللي ما يعرفش يتلامس مع دول داخل الكنيسة بلي ما يعرفش يتلامس مع جراحات المسيح ولا مع المسيح ولا يبقى قابل المسيح ولا شاف صورته حتى لأن من خلال دول أنا المسيح بيقول لي أنا اتصلابت عشان دول وقدمت جسدي للعذبات من أجل هؤلاء حتى ينالوا الموعيد وحتى ينالوا إكليل الحياة الأبدية وفي الكنيسة بتناول جسده وفي الكنيسة بتولد من جديد أولا في المعمودية وفي الكنيسة بتحصن من كل أمراض الشياطين بسر الميرون في سر الميرون وفي الكنيسة برضو بأشفى من كل أمراضي في سر مسحة المرضى وبتطهر من كل خطيائي زي ما نقولنا قبل كده في سر التوبة والأطراف في سر التوبة والأطراف أصرار كلها من داخل الكنيسة وليس من خارجها إذ بألنا المحور التالت وهو ثمار القيامة ثمار القيامة لماذا أو لماذا قام المسيح أو إذ استفدنا من قيامة المسيح أول حاجة في سمار القيامة أن القيامة صحقت الشيطان الشيطان كان كل إنسان أو كل نفس كانت تموت كان ياخدها وينزل بها للجحيم ويحبسها في الجحيم ويقفل عليها وما يبدوش يخرجها تاني لكن المسيح لما مات جي الشيطان برضو أخذ نفسه زي ما كان بياخد الأنفس كده كلها أخذ نفس المسيح لينزل بها إلى الجحيم عشان كده برضو في الوداس الإلهي نول ونزل إلى الجحيم من قبل الصليب يعني من الصليب مباشرة نزل الجحيم فعلا جي الشيطان ياخد النفس دي عشان يحبسها في الجحيم فصعقاه طيار اللهوت المقدس صعقاه طيار اللهوت المقدس وماقدرش ياخد هذه النفس وينزلها للجحيم ولكن هذه النفس نزلت إلى الجحيم وأخرجت كل الموتى على رجاء قيامة المسيح خرجوا كلهم من الجحيم وأشار لهم سيد المسيح بزباع أنهم يخرجوا ويطلعوا للفردوس ويطلعوا للفردوس ولكن قبل اطلعهم للفردوس يقولهم لازم تمروا على العالم لازم تمروا على العالم طب ليه رب أنت عايزهم يمروا على العالم عشان العالم يؤمن أنهم آموا يقول كده في إنجين معلمنا متى البشير إحصاص 27 والقبور تفتحت وقام كثير من أجساد القديسيين الراقدين وخرجوا من القبور بعد قيمته ودخلوا المدينة المقدسة وظهروا الكثيرين دي متى 27 آية 52 و 53 يعني الناس دي كلها طلعت ودخلت أرشاليم الأول أرشاليم الأرضية قبل ما تطلع وتخش الفردوس انتظارها لأن تدخل أرشاليم السمائية طب ليه دخلوا أرشاليم الأرضية الأول لكي يعرفهم كثير من الناس ده السبب عشان الناس تعرفهم وتصدق أنهم سابوا الجحيم وطلعوا للفردوس فالناس شافت داود النبي شافت أبونا إبراهيم شافت موسى النبي شافت يوسف الصديق شافت كل القديسين شافت رعوش شافت كل القديسين الذين رقدوا على رجاء القيامة أنهم قاموا من الأموات ودخلوا مدينة أرشاليم استعداداً لانطلاقهم المرة تانية إلى السماء فوق فالسماء أول حاجة صحقة الشيطان كتاب يقول رأيته الشيطان ساقطاً مثل البرق إنجيل يوحنة إنجيل إسف جلوقة صحة عشر آية 18 قال كمان وبنصليها في صلواتنا في الأجبية رئيس هذا العالم آت وليس له في شيء فانطلقوا من الجحيم إلى الفردوس تاني سبب أو تاني حاجة للقيامة أن القيامة صحقت الموت القيامة صحقت الموت ما بقاش فيه موت أبدي إلا لليهم بعاد عن طريق الله ولكن أصبح الموت ليس له حكم عشان كده بوليس الرسول في رسالته الأولى الكورنسوس في صحة 15 آية 55 يقول أين شوكتك يا موت أين شوكتك يا موت خلاص ما بقاش لك سلطان بقى السلطان الأعظم لسيد المسيح ما بقالكش لك سلطان على البشرية كان فيه موت بطرق كتيرة جدا زي الموت الجسدي فناس بتموت بالجسد زي كل الناس بتيجي ما حطرتهم بتغنتقل من هذا العالم فربنا قدر إنه هو يسحق هذا الموت وفيه موت أدبي إن الإنسان يموت أدبيا إنه يبعد عن طرق ربنا يبقى ميت أدبيا ودي برضو سحقها قيامة المسيح لأنه أصبح لا سلطان على موت على الإنسان ثالث حاجة القيامة سحقت الخطية برضو يقول الخطية لن تسودكم معلمنا بوليس لأهل الرومية يقول لهم الخطية لن تسودكم بعض الخطية مش حابق ليها سلطان عليكم مش حابق ليها سلطان عليكم ولكن هو أعطانا السلطان لكي ندوس الحياة والعقارب وكل قوة العدو فأعطانا السلطان إنه إحنا ندوس الخطية ويبقى ملاش سلطان علينا بالعكس إحنا يبقى لينا سلطان عليها فهذا السلطان يخلينا علينا مسؤولية إنه إحنا لازم نستخدم هذا السلطان استخدام صحيح القيامة أثبتت ألوية السيد المسيح أثبتت ألوية السيد المسيح لسه كلمنا عن تومة الرسول وشكه وبعدين لما حدت صبعه صرخوا قال إيه ربي وإلهي ربي وإلهي قال إنه ده إيه إله في القيامة أظهرت سلطان المسيح على الطبيعة بمختلف ألوانها وأشكالها أول حاجة سلطان على الموت سلطان على الموت المسيح أقام ابنة ييروس وابنة أرمالة نيين وأقام العازر فأصبحت أصبحت القيامة لها سلطان على الموت تاني حاجة سلطان على المرض شفى ألاف من المرضى أثناء حياته على الأرض سلطان في الخلق أنه يخلق حاجة من العدم زي اللي وقع بتاعت المولود أعمى مولود أعمى ما كانش فيه تجويف للعين أساسا ولكنه خلق له عيون وقال له إذا بيختسل في بركة سلوام فاختسل المولود أعمى فأبصرت عيناه عمل له أعنين من طين من الطين عمل له أعنين وشبيهم كمان زي ما حصل في عرص قانا الجليل في عرص قانا الجليل حول الماء إلى خمر حول المادة إلى مادة تانية خالص حول المادة إلى مادة تانية خالص فحول الماء إلى خمر سلطان على الأفكار سلطان على الأفكار يقول لليهود أفكارهم ويقول للتلاميذ أفكارهم اللي بيفكروا فيه اللي بيشغل دماغهم زي ما ايه كان بيكلمهم على مين الأعظم في نقود سموات لما لقواهم بيتشوروا في هذا الموضوع ومرة تانية اللي يقوم بيتشوروا في مين حيوعد على مين وحيوعد على الشمال فبرغم كده هو كان له هذا السلطان ان هو عارف أفكارهم وعرف نيته سلطان على المستقبل تدى الترميز يكلمه عن المستقبل عن موته وقيمته وخراب أرشريم وأشياء كثيرة جدا كانت في المستقبل وكلمه عليها وكلها تعقاقت طبعا سلطان على الغفران غفر المفلوق خطياء غفر المفلوق خطياء سلطان على الشيطان كانت الشيطين تخرج من الناس سلطان على الخطيئة وقال إن الخطيئة لا تسود على الإنسان مرة تانية سلطان على الطبيعة هدأ البحر سلطان على النبات وعلى الحيوان وعلى الجماد في هذا اليوم نحن بنتقدم بالتهنئة لكل الشعب لكل مصر بصلوات البابا المعظم الأنباء تودر سلطاني نقدم له التهنئة بهذا العيد وبصلواته التي يرفحها عننا وطبعا بنقدم التحية لشعب مصر كله في هذا اليوم المجيد وخاصة إلى رئيس المحبوب الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي دايما بيشاركنا آياتنا ويقول إن الآيات كلها لكل المصريين ربنا يبارك في حياتكم كل سنة وانتوا طيبين وإلهنا المجد دائما أبديا أمين اشتركوا في القناة